عندي خبرين من نادي الاهلي قبل ما اطلع الفاصل وارجع على مباراة الزمالك والمقاولون وايضا فرامد زماعة طلاق الجيش وغزل المحلة مع البنك الاهلي استفسرنا عن موضوع بدر بنون يا جماعة قصة بدر بنون القصة كعبلت بعد ما كانت انتهت تماما مع نادي قطر القطري ويبدو ان هناك قناعات من مستر ريكاردو سوارش بي بدر بنون وبالتالي بدر بنون مكمل مبدئيا لنهاية الموسم وغالبا مستمر لنهاية عقده مع النادي الاهلي ما لم يجد جديد ده بالنسبة لسوارش الخبر السعيد بالنسبة لبنون خبر السعيد هو اكرم توفيق وانا اقولت لكم انه اكرم بيقتل الوقت قتلا يعني هو بيخضع الوفحصات طبية في الايام القليلة المقبلة بيقيمه اخر مراحل علاجه بعد ما كان اصيب بالروباط الصليبي في يناير احتمالات كبيرة جدا لمشاركته في التدريبات الجامعية الاسبوع اللي جاي باذن الله ده بالنسبة لبادر بنون بالنسبة لأكرم توفيق اما بالنسبة لبيرسي توفهو حيرجع ان شاء الله للتدريبات مع النادي الاهلي خلال عشر تيام اما بيتسو او بيتسو لا بيتسو شكرا جزيلا على كل قدمه لويس ميكسوني حيعود لتدريبات الفريق الجامعية ان شاء الله خلال الاسبوع المقبل لكن الاهلي النهاردة بيعاني من اصابتين جديدتين شد لطاهر وايضا شد في العضلة اتضمى لمحمد هاني يارب نكون غطينا فوز النادي الاهلي وهذا هاني في الامامي فوز النادي الاهلي عن جدارة الفوز السادس له هذا الموسم بربعية وعنده فوز بخماسية وعنده فوز بسلاسية كان امام بيراميدز لانه باختصار الاهلي فريق بطولات وفريق كبير